السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي أهلا بكم ودرس جديد من دروس اللغة العربية في قناتكم نفضل لغة جنة درسنا اليوم بعنوان آيات العلم وهو فرع النصوص بداية نبزع عن الشاعر الشاعر محمد الهراوي هو شاعر مصري معاصر ولد بالزقاذيق عمل في نظارة المعارف ودار الكتب المصرية وعرف بشاعر الأطفال عاصر الشاعرين الكبيرين أحمد شوقي وحافظ إبراهيم وتوفي سنة 1939 جو النص يتناول النص فكرتين الفكرة الأولى هي دعوة الشاعر إلى تربيت أولادنا وتعليمهم مبيناً فضل العلم وسوء الجه الفكرة الثانية صور التغير والمخترعات التي أحدثها العلم في حياة الشعوب الفكرة الأولى دعوة إلى العلم يقول الشاعر رب بنيكم علموهم هزبوا فتياتكم فالعلم خير قوامي والعلم مال المعدمين إذا هم خرجوا إلى الدنيا بغير حطامي المفردات المفردات ربوا أي أدبوا بنيكم أبناؤكم هزبوا أي جملوا فتياتكم بناتكم خيروا بمعنى أفضل وأحسن ومضادها شر قوام أي مستقيم مال هو ما يمتلكه الفرد المعدمين أي الفقراء الدنيا يقصد بها الحياة وحطام هو ما تكسر من الشيء من مظاهر الجمال في البيتين ربوا بنيكم علموهم هزبوا فتياتكم أسليب أمر للنصح والإرشاد بين ربوا وهزبوا ترادوا في وضح المعنى ويؤكدوا بنيكم وفتياتكم بينهما تضاد يوضح المعنى ويؤكدوا والعلم خير قوام تصوير للعلم بالأساس الذي يقام عليه البناء العلم مال المعدمين تصوير للعلم بمال الفقراء فهو كنزهم ووسيلتهم إلى الرقي بين مال والمعدمين تضاد يوضح المعنى ويؤكدوا لاحظ أن التضاد والترادف كلاهما يوضح المعنى ويؤكدوا الفكرة الثانية البيت الثالث والرابع مقارنة بين العلم والجهل يقول الشاعر وأخو الجهالة في الحياة كأنه ساع إلى حرب بغير حسام والجهل يقفض أمة ويزلها والعلم يرفعها أجل مقام المفردات أخو الجهالة يقصد بها الجاهل ومضادها العلم ساع أي سائر أو ماشي ومضادها آت حسام حسام يقصد به السيف القاضع يزلها أي يضعفها ويهينها والمضاد يعزها أجل بمعنى أسمى أو أعظم مقام أي مكانه ومنزله من مظاهر الجمال في البيتين وأخو الجهالة كأنه ساع إلى حرب بغير حسام تشبيه للإنسان الجاهل بالمحارب بلا سيف ويوحي بضعف الجاهل الحرب جاءت نكرة للتهويل الجهل يخفض العلم يرفع تصوير للعلم بإنسان يرفع وللجهل بإنسان يخفض ويوحي بأثر العلم العظيم ومساوئ الجهل وبين الجهل والعلم ويخفض ويرفع مقابلة توضح المعنى وتؤكده الفرق في التضاد أن التضاد بين كلمة وكلمة أما المقابلة تكون بين جملة وجملة بين العلم والجهل ويخفض ويرفع تضاد يوضح المعنى ويؤكده الأفعال يخفض يرفع يذل أفعال مضارعة والفعل المضارع دائما يفيد التجدد والاستمرار واستهدار الصورة ما فائدة العلم للإنسان العلم يسهل حياة الإنسان ويحقق له الراحة والرفاهية ويرفع مكانة الإنسان كيف صور الشاعر الجاهل وما رأيك في هذا التصوير صور الشاعر الجاهل في حياته بالمحارب الذي يدخل حربا بلا سلاح يدافع به عن نفسه وهو تعبير جميل يدل على ضعف الجاهل الفكرة السلسة من عجائب الدنيا الأبيات من الخامس إلى التاسع يقول الشاعر انظر إلى الأقوام كيف سمت بهم تلك العلوم إلى المحل السام من راكب مدن الرياح كأنه ملك يصرف أمرها بزمام أو محدث بالكهرباء عجائبا أو غائص بالفلك أو عوام أو مرسل وحي الهواء ومنطق صم الجماد بأحرف وكلام هذا هو العلم الحديث فأقبل زمر عليه يا بني الأخرام من معاني المفردات انظر بمعنى تأمل سمت أي ارتفعت وارتقت متن بمعنى ظهر الرياح يقصد بها الهواء المتحرك يصرف أي يقودها ويوجهها محدث أي مبتدع الفلك بمعنى السفينة وزمراء أي أفواجا وجماعات من مظاهر الجمال انظر إلى الأقوام أسلوب أمر غرض النصح والإرشاء وكلمة الأقوام والعلوم جاءت جمع والجمع يفيد الكسرة كيف سمت بهم تلك العلوم إلى المحل السامي أسلوب استفهام غرضه الدهشة والإعجاب راكب متن الريح تعبير جميل يصور الريح بدابة يركبها الإنسان يصرف أمرها بزمام تصوير للطائرة بدابة لها زمام كأنه ملك تشبيه لقائد الضائرة بالملك غائص وعوام ومنطق وصم بينهما تضاد يوضح المعنى ويؤكدهم أقبلوا زمرا أسلوب أمر للحس والنصح وكلمة زمرا تدل على تأثره بالقرآن الكريم من قول دعالة وسيق الذين اتقوا ربه من الجنة زمرا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وكلمة زمرا هنا جاء الجمع والجمع يفيد الكسرة يا بني الأهرام أسلوب نداء فيه تعظيم لأبناء مصر ما مظاهر التقدم العلمي كما فهمت من النص من مظاهر التقدم العلمي ركوب الرياح بابتكار الطائرات وسفن الفضاء وابتكار الكهرباء لإدارة المصانع والآلات المختلفة صناعة السفن والغواصات ابتكار التلغراف والهاتف والتلفاز والمزياع ابتكار وسائل المواصلات المختلفة وأخيرا تدريب يجيب عليه الطالب قال الشاعر رب بنيكم علموهم هزبوا فتياتكم فالعلم خير قوامي والعلم ما للمعدمين إذا هم خرجوا إلى الدنيا بغير حطامي وأقل جهالة في الحياة كأنه ساع إلى حرب بغير حسامه والجهل يخفض أمة ويزلها والعلم يرفعها أجل مقام ساعر رقم ألف هات مرادف قوام حطام حسام أجل هات مقابل المعدمين ويخفض هات جمع الدنيا والحياة رقم رقم ب إلى ما يدعو الشاعر كما فهمت من دراستك للأبيات جيم بما صور الشاعر العلم للآباء وبما صوره للمعدمين دال أوضح الشاعر في الأبيات أن العلم مال للمعدمين فكيف يكون للفقراء في رأيك رقم ها صور الشاعر الإنسان الجاهل بصورة اذكرها موضحا سر جمالها وبما توحي رقم هاو ماذا أفاد استخدام هاو الجماعة في صيغة ربه علموهم هزبوا وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية الدرس إذا أعجمكم الفيديو فلا تنسوا الضغط على سر الإعجاب وترك تعليق والاشتراك بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته